السلام عليكم وعملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة فيديو جديد لتطويل الشعر وتتقيل الشعر وكمان اللي فراغات الشعر ونمو الشعر هيتول للناس اللي شعره ما بيتولش بسرعة بجد شعرك هيبقى لحد الارض والله يعني فعلا الوصفة دي عن تجربة وتحفة كمان يبحث عنها على جوجل عشان تصدقي كلامي اني كلامي صح واني الوصفة فعلا مية في المية صح لو اول مرة تشوفي القناة بتاعتنا نزيل اشترك معنا في القناة فعلي الجرس عشان كلي جديد يوصلك اول باول من كل وسطاتنا النكحة مية في المية وما تنسيش تعمل لي لايك 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 اني لايك بتاعك بيشجعني جدا ان انا انزل وصفات وحاجات فعلا نكحة وان انا اتجربتي وانزلها ليكم حاصلي يلا بينا نشوف ايه هي الوصفة اول حاجة هنا معي اي حاجة هسخن فيها كسرولة او طاصة اي حاجة عموما بس عشان الوصفة دي لازم ان احنا هنسخن فيها شوية زي ما احنا هنشوف معي هنا ورق الغار او ورق اللورة بيقولوا عليها في كذا بلد لها كذا اسم بصراحة بس هي اسمها الاصلي ورق الغار او ورق اللورة لو بالمصري يعني اسمها اللورة انما ورق الغار مشهورة في معظم البلاد برا وهجيب عليها ربع كباية من المية كباية كباية كبيرة تكون مية مغلية زي ما انت شايفة كده وابدأ انزل عليها بمعلقتين من الرز طبعا الورق اللورة او ورق الغار ده من الحليل فوايد جميلة وعديدة جدا للشعر وكمان ليه تغذية هيلة جدا للشعر والرز طبعا طحفة جدا في ترتيب الشعر بينق الشعر وبينضف الشعر من القشرة وكمان بيطول الشعر جدا مع الاستمرار بجد حاجة جميلة جدا الرز طحفة حطيت هنا معلقتين الرز على الخلطة وقلبتهم كده وبعد كده هرفحها على النار زي ما احنا شايفين على نار هادية لحد ما تبتدي تغلي معي وابدأ احط عليها بقية المكونات بتاعي بجد الخلطة دي طحفة يا بني طحفة بجد والله عن تجربة شوفي شعرك هيبقى لحد الارض لو انت بدلت مستمرية عليها هنا خلاص انا يعتبر بتبتدي تغلي بس عايز اقلبها علشان مية الرز دي كمان تبقى زهرة والمية بتاعت اللورة دوت يبدأ انه ينزل في الخلطة كلها ان انا هحتاج من كل الخلطة دي المية تمام كده هستنى لحد اما تبدأ تغلي هيقربت تغلي معي زي ما انت شايفة كده اه عايز اقول لك بقى الغزة اللي هتغذيها منها بجد كمية الفواد وكمية الغزة اللي هتغذي بها شعرك تحفى على فكرة ممكن من غير الاضافات تستخدم المية دي كده بعد ما تصافيها تخسلي بها شعرك بس ما تخسلي الشعرك بعدها بمية ولا اي حاجة تخسلي شعرك بس بالمية دي تحفى جدا في تطويل الشعر الناس اللي شعرها عاجز وما بيتولش هنا خلاص بتجد تغلي معي هدى اجيب معي بقى بصلوية صغنونة هجيب بصلوية تكون حجمها صغير او اي بصلة انه مش هتحتاجيها كلها انت مجرد هتحتاجي الاشرة هياخد كده الاشرة من اللي هي الابيض من الاشرة اللي برا والاشرة البيضة زي ما بيقولوا كده ورقة منها هياخد منها حتتين صغيرين على قد الخلطة ان الخلطة دي هتكفيني مرة واحدة بس على قد ان انا اخسل بها شعري المرة دي بس هبدأ ان انا اقلبهم واسبهم يغلوا كويس جدا عشان البصل يخش في بقيت بكل المكونات اللي احنا حطناها واهم حاجة جماعة الراكز في الخطوات ان الخطوات دي هي المهمة اللي هتديك معاك وصفة نكحة خلاص انا كده حسيت ان المية هتبتدي تغمق معي هبدأ ابص عليها هابصوا المية هبتدي تغمق معي كده خلاص هقفلها واطلحها من على النار اه هنا ده بقى شكلها بصوا المية بقى شكلها جميل جدا ممكن نصفيها ونشتف بها شعرين عادي وما نشتفش بمية ونسيبها كده كمية الغزل هتغدير شعر جميلة جدا وكمان التطويل الشعر هيبقى رهيب جدا جدا انا هنا بقى صفيت المية عشان اكمل بقية الوصفة انا هحتاج المية بس خلاص كده انا خدت كل الفوات في المية زي ما احنا شايفين وهبدأ احط معايا سدر مطحون سدر مطحون دوت بجد من الحاجات اللي بتطري الشعر وبتطول الشعر بطريقة ملحوظة جدا ممكن في خلال شهر تلاقي شعر جميل جدا وطويل جدا وناعم يعني بجد من العشبة الجميلة جدا اللي بتخلي الشعر تحفى هبدأ ان انا اخد منها حوالي 3 معالق بس هبدأ الاول بمعلقتين وهقلب كويس جدا زي ما انت شايفة يعني يا خرابي بجد على كمية الفوات اللي هتغديها هبدأ بقى هحط كمان معلقة عليها هي بتتقل معايا عمتا الصدر مطحون دوت بيتقل الخلطة هطيت كمان معلقة وابدأ ان انا اقلبه كويس تمام كده هبدأ بقى اسيبه يبرد خالص لحدا ما يهدى عشان اقدر احط الحاجة الاخيرة اللي انا هحطها المكون الاخير علشان ما ينفعش ان احنا نحطه وهو الخلطة صخنة فانا هسيبها هتهدى شوية وبعدين نرجع نكمل بقية المكونات انا هنا خلاص بتاهجت معايا وابتديت تتقل معايا زي ما انت شايفة بالزبط كده وابدأ احط معلقة من زيت الزتون او زيت جوز هند اي نوع زيت بتحطيه بتاع شعرك ممكن تقدر تستخدميه في الخلطة عادي جدا فانا حطيت معلقة من زيت الزتون عشان زيت الزتون بيطر الشعر وكمان بيغز الشعر جدا من اجمل الحاجات اللي فعلا ممكن تستخدمها في الزيوت زيت الزتون هنا قلبتهم بقى كويس جدا ودخلت كل المكونات في بعض وابدأ بقى ان انا استخدمه على شعري يكون شعري مخصول ونجيف وابدأ ان انا احطه بطريقة مساج لغاية اما خلص الكمية كلها على شعري شايفين شكله تحفق جدا وابدأ اوزع كل الخليط دوت على كل شعري ما سيبش حتة ما فيهاش خلطة من الخليط ده وابدأ قلبس بونيه واسبها حوالي ساعتين يعني ده اقل حاجة واسبها ساعتين لحد ما شعري كله يشرب الخلطة دي وتحت الدش بقى ابدأ ان انا اخسله كويس جدا ويكون بيديكي كده الاول ونزل كل الحاجات اللي في الوصفة دي من شعري وابدأ ان انا اخسل بقى بالشامبو بتاعي بجد الوصفة هيلة جدا يارب بتكون وصفتنا عجبتكم برفض مرزبو WITH